أستاذ بسام صاحب ومؤسس قناة وعائلة العلم لا يعرف الكذب أستاذ وأفضل مؤستاذ في الشرق الأوسط بالنسبة لألي أنا قبل ما أدخل عائلة العلم لا يعرف الكذب كنت أدرس كتير وأتعلم كتير مدارس ولكن ولا مدرسة فادتني ولا مدرسة أعطتني المنطق ولا مدرسة علمتني أنا كيف أتداول وأربح من التداول كل حرف موجود بهذه القناة على اليوتيوب هو كنس كل حرف موجود هنا هو كنس عظيم جدا كل حرف موجود في الدورة المدفوعة هو ما يساوي آلاف الكنوز والدليل الدليل أن عائلة العلم لا يعرف الكذب لذيست من الخمسة وتسعين بالمئة الفاشلين بل هي من الخمسة بالمئة الناجحين نحن ننتظر الفرص نحدد أماكن الفرص دائما ما نحدد أماكن الفرص نتيجة تدريس ودروس الدورة نستطيع معرفة أين يمكننا الدخول وإن يمكننا الخروج فقط عند الانطلاق ونلاحظ أيضا أننا دائما دائما في الأرباح دائما في الأرباح ليست صفقة ولا صفقتين بل أكثر دائما في الأرباح صعود هبوط نحن نربح ذلك وهذا الشيء بفضل الأستاذ بسام وبفضل مجهودات تعبه في الدورة التدريبية المدفوعة أقسم بأن هذه الدورة سعرها 200 دولار أصلا يعني هي سعرها 200 دولار عظيم جدا صفقة واحدة في يوم واحد صفقة واحدة في يوم واحد أنا خلاص حصلت سعر الدورة ما بالك هنا سعر الدورة مرة تانية ما بالك هنا ضعفين سعر الدورة وهذا نتكلم عن يوم فقط يوم واحد نحن نتداول كل يوم صعود وهبوط كل يوم صعود وهبوط الدورة لا تساوي واحد بالمئة من ثمنها لكن كما يقول الأستاذ وسام هي رسالة يعني رسالته انه اه يجعل المتداونين العرب متداونين من الخمسة بالمئة الناجحين. شكرا من القلب استاذ ميسام. شكرا جدا 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 من القلب شكرا. كل التوفيق وعائلة العلم لا يعرفوا الكذب دائما بوم ارباح. اخواني اخواتي السلام عليكم وحن الله الله وبركاته. مرحبا بكم في تحليل البيتكوين اليوم. سنقوم بتحليل البيتكوين لنرى هل هناك اي تغيير في البنية? هل هناك اي شيء جديد يمكننا اضافته على بنية البيتكوين لكن قبل البدد ادعوكم الاشتراك في قناة تليجرام المجانية تضغطون على الرابط من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة لا تأخذوا الاسم للصورة. هناك نصابين يريد ان اخدموها لكم انتبهوا تضغطون على الروابط من صندوق الوصف. لهذا الفيديو مباشرة بعد الضغط على الرابط تصبح عضو في هذه القناة المجانية التي يشارك معكم فيها اراء المشاركين في دورتنا تدريبية شهاداتهم صوت صوت وصورة ارباحهم صوت وصورة ارباحهم كذلك شهادات صوت وصورة كما تلاحظون ونشارك معكم صفقاتهم وفي الاخير نشارك معكم اخر العروض وهذا هو اخر عرض بوم الذي تحصل فيه على دورتين بسعر دورة واحدة تحليل موجي زيد فقط بمئة وسبعة وتسعين دولار لكن بالنسبة لي الاهم انك ستحصل على شهرين مجانا من ثلاثة مجموعة سرية على التليجرام مجموعتين النقاشات فوريكس وعملات هذه المجموعتين بهما خيرات المتداولي لدي وكل واحدة سعرها تلاتة وتلاتين دولار شهريا تحصل عليها انت لمدة شهرين مع هذا العرض يعني شهرين مجانا مع العرض يعني لما تدفع مئة وسبعة وتسعين دولار راح تحصل على هذه المجموعتين لمدة شهرين مجانا باخيرة المتداولي لدي يتابعون معك يساعدونك حتى تحترف حصة حصة زوم يوميا مباشرة يعني ستساعدك هاتين القناتين على الاحتراف ان شاء الله ثم كذلك هناك قناة ثالثة سعرها 48 دولار في الشهر كذلك ستحصل عليها لمدة شهرين مجانا إذا اشتريت هذا العرض في هذه المجموعة نضع فيها تحليلات يوميا لأربعة أسواق ذهب اليورو دولار البيتكوين والدوت جونز بالتفصيل يوميا لمدة خمس دقائق أنت عندك استراتيجيات الدخول والخروج في الصفقات عندك تقنية تحليل موجي عندك تقنية الـ Price Action عندك أسرار هذه المدرسة ومدرسة المنطق وعندك توقعي وطريقة تحليلي فتدميج بين الاستراتيجيات وتوقعي وطريقة تحليلي وهذا في الحقيقة ما هو إلا توصية بمتابة توصية بالنسبة لك فبالتالي هو فقط تشغل دماغك شوي ضروري أن تكون ضابط الدورة لكي تفهم عن ماذا تحدث في التحليلات اليومية وهذا سيساعدك إن شاء الله على تحقيق الأرباح إذن لذلك هذه المجموعة الثلاثة من نسبة لي أنا أهم من الدورة لكن لا يمكنك الحصول علىها إلا إذا اشتريت الدورتين أو العرض إذن لانضمام إلى مجتمع العناء في الكاذب للابتعاد عن الـ 95% الفشلين والدخول في عائلة الـ 5% النجحين الرابط مثبت في التعليقات أول رابط وفي صندوق الوصف أول رابط أضغط عليه تتحدث معي مباشرة على التليجرام على الخاصة أنا الذي يجاوبك وتبدأ في دورتك التدريبية إن شاء الله لا تنسوا كذلك الاشتراك في قناة العناء في الكاذب مباشر وصلنا إلى 4190 مشترك نريد أن نصل إلى 10 ألاف مشترك قبل البدء بوضع فيديوهات في هذه القناة نتمنى أن نصل إليها قبل نهاية السنة أو بداية سنة المقبلة إن شاء الله الرابط كذلك أسفل في التعليقات الثاني رابط تحذير التداول من خطيرة يمكن أن تخسرك أموالك لذلك كل ما نقوم به في القناة هو دماغزة تعليمي وتثقيفي 100% لا نعطيه لنا نصائح مالية ولا استثمارية ولا توصيات إذا ضغطت على زر الشراء أو البيع فأنت المسؤول مسؤولية أن تم عن قرارتك قناة العملية في الكاذب لا تتحمل أي مسؤولية كل ما نطلبه منك هو أن تراقب تقارن تشاهد إذا شفتك الطريقة يمكنك أن يدعوها من دوارتنا أو إلى عورتنا طيب البيتكوين أين نتواجد إذا نظرنا إلى فريم الساعة سننزل مباشرة إلى فريم الساعة ونرى ماذا لدينا لدينا المشكلة الوحيدة التي لدينا الآن لا أدري لماذا هناك مشكلة في النت لاحظوا على فريم الساعة لدينا مشكلة في هذه الموجة يجب أن تكتمل بنيتها هذه الموجة الهابطة يجب أن تكتمل بنيتها إذا لا أدري لماذا الشرط لا يعطيني كل التفاصيل نحتاج كل التفاصيل طيب إذا كما تعرفون نحن في تصحيح وهذا التصحيح نتوقع لها بعد اكتمال هذا الموجة الهابطة أن يكون على الأقل صعود مساوي لهذا الصعود ثم بعد ذلك نزول قبل الصعود الاستثماري إذا هذا هو توقعنا على المدى الطويل أعملوا سكرين شوت لهذا النموذج طيب لكن على المدى القصير على فريم الساعة أحتاج أن تكتمل بنيت أخير الموجة لكي أبحث عن الصعود ولكي تكتمل بنيت أخير الموجة اللي هي هذا الموجة من هنا إلى هذا النزول لكي تكتمل أحتاج إلى تصحيح كبير لديه فقط هذا التصحيح الصغير أحتاج إلى تصحيح كبير طيب قلنا أنه إذا كان هذا رانين فلات أعفل أخوتي كنا بذلك قلنا أنه إذا كان هذا رانين فلات سينزل سينزل البيتكوين بسرعة ويكسر هذا اللقاء لهو مستور خمسة عشر ألف خمسة ممتنة واربعين وحاولنا استغلال هذا النزول وخرجت عندما بدأ يكل يعني حاول لما حصل هذا التلاعب هنا حصل هذا التلاعب دخلت عندما عاد البيتكوين إلى النطاق خرجت هنا نفس المنطقة التي نحن فيها الآن يعني بربح بسيط بالرغم من هذا النزول عاد السعر بقوة وقلت أوكي إذن هناك مشكل إذن هذا ما هو إلا تصحيح نحن في منطقة تصحيحة ربما لكي يكون هذا تصحيحا كبيرا لهذه الموجة ثم بعد ذلك نزول أخير جميل جدا لأنه لو كان هذا رانين كان يجب أن ينزل السوق بسرعة لا يجب أن ينزل بهذه الطريقة طيب وكانت توقعتنا توقعتنا كالتالي إذا كان وقلت إذا كان النموذج هو هذا إذن موجة دفعة تصحيح موجة دفعة سنحصل على وسيطير البيتكوين لكثرة القمة قبل النزول إذا لم يكن هذا فسيكون ماذا سيكون رانين كيف ذلك إذا نزلنا إلى فريم 15 دقيقة ولاحظوا ننتظر قليلا لاحظوا معي قلت إذا كان هذا إذا كان هذا رانين هذه الموجة تلاحظون قد يكون هذا هو تقفل وهذا هو الرانين وقد ينزل البيتكوين لكثرة القاع إذا أعطنا تصحيحا يمكن البحث عن الهبوط أفضل منطقة كانت للبحث عن الهبوط وقلناها أمس هي هذا النطاق لاحظوا هذا النطاق عندما بدأ البيتكوين يعود هنا كان يجب البحث عن الهبوط وعندما يتم كسر هذا القاع تحول وقف الخسر إلى منطقة الدخول وتركه وهو الآن سيعود وضرب وقت خسرتك بدون خسارة لكن لاحظوا كيف يعود البيتكوين الآن لاحظوا كيف يعود البيتكوين بطريقة تصحيحية إذا بقي البيتكوين يسعد بطريقة تصحيحية وكسر هذه القمة اللي هي مستوى السبعة عشر عالف دولار هكذا هذا يقول لي أنه ربما يكون هذا فقط نموذج للصعود إلى أين؟ إلى كسر هذه القمة وسيكون سيكون النموذج الحقيقي هو هذا الكونتراكتين في الوسط موجه دافعة تصحيح موجه دافعة وهذا الموجه صعيد على شكل وان تو تري رانين فلات ثم بعد ذلك أي موجه دافعة تصحيح هنا يمكن البحث عن النزول اللي سيكون يلقاع الذي هو مستوى خمسة عشر ألف وخمسمائة وتسعة وتسعين دولار تلاحظون إذن هنا مثل هذه المناطق يجب الحضر فيها كثير أن يجب الحضر فيها كثير أن يجب أن تكون لديك يعني خبرة في التعامل مع هذه المناطق هذه المناطق صعبة جدا لا يمكنك أن تتداول فيها بأريحية لأن حتى إذا أردت التداول في نفترض أنه أردت التداول في هذه المنطقة لديك هذه المنطقة كهدف وهذه المنطقة كوقف خسارة الريسك ريورد سيء أصغر من واحد لا يمكن تدخل في مثل هذه السابقات لا يمكن تدخل في مثل هذه السابقات لأن هناك ناس ستقول هضراني انفلات لاحظوا معي على فريم خمس دقائق على فريم خمس دقائق هناك ناس ستقول كان هناك تلاعب كان هناك تلاعب لاحظوا على فريم خمس دقائق كان هناك تلاعب يعني هذه منطقة منطقة النزول يعني ساعد السعر ثم ارتد بنسبة 100% ثم اعطاني لاحظوا هذا النموذج لاحظوا 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 ثم ساعد هكذا اوكي جميل جدا ستقول ارتد بنسبة 100% وعطاني هذا النموذج راني فلات كانت هذه منطقة النطاق كان هذه منطقة تمركز امول كان يمكن البحث عن البيع هنا عند كسر القاع تحول الخسر الى break even حتى لو عاد لن تخسر شيئا لكن ان تقوم بالبيع في كسر القاع هذا خطأ لماذا سعطيك السبب لماذا لانه اذا بيعت مع كسر هذا القاع وخف خسارتك يجب ان يكون في القمة او على الاقل فوق هذا النطاق الذي حدث فيه التلعب على الاقل فوق هذا النطاق على الاقل هدفك سيكون فقط كسر هذا القاع risk reward اقل من واحد risk reward اقل من واحد صفقة فاشلة لكن اذا دخلت هنا وكان وقف خسارتك هنا على الاقل risk reward واحد فترة خمسة جيد لكن تحول الخسارتك بسرعة الى break even عندك سرياء دلقاء تحول خسارتك الى break even break even هو تأمين الصفقة منطقة الدخول تحول الخسارة الى منطقة الدخول هذا هو break even تلاحظون لذلك يجب الحضر في هاته المناطق ليست للعب هاته المناطق يجب ان تكون محترفا ان ادارة تتداول فيها او تنتظر الى ان تكتمل بنيات التصحيح لاننا لا نعرف كيف ستكتمل بنيات التصحيح لذلك يجب ان تكون حذرا يجب الحضر من هاته الامور اذا الان كل ما علينا فعله هو انتظار لنرى اذا سعد البيتكوين وكسر القمة هذا يقول لي فقط رانين مثل هذه الموجة هنا ثم بعد ذلك نبحث عن السعود لكسر القمة فقط على اساس ان يكون هذا التصحيح قبل النزول فقط اذا يجب الحضر يجب انتظار الى ان تكتمل يكتمل هذا التصحيح ننتظر بين هاته المنطقة وهاته المنطقة ننتظر لنرى ما الذي سيحدث لدينا فقط موجة واحدة وموجة واحدة اريد موجة تالية اولا حتى تظهر لي الصورة لا يمكن ان تظهر لي في موجتين احتاج الى ثلاث موجات لحد السعر هذه فقط موجتين كما قلت لو كان هذا رانين لكان البيتكوين كسر القاع لم يكسر القاع بمعنى ان هناك مشكل هناك مشكل وكذلك اذا نظرنا جيدا سنجد انه لدينا نطاق في هذه المنطقة لاحظوا معي هذا نطاق هذه المنطقة حرب بين المشترين والبائعين وهنا كلها تلاعبات تلاعب هنا تلاعب هنا تلاعب هنا تلاعب هنا اذا نحن في منطقة نطاق حرب بين المشترين والبائعين اذا لاحظتم هناك حرب هنا بين المشترين والبائعين تلاحظون قد يعود هنا ثم يرجع ثم يعود ثم فجأة يسعاد يتلعب بك مرة اخرى ثم يعود هناك من سيحيره البيتكوين في هذه المنطقة يا اخي انتظر ابتعد عن السوق ليس ضروري ان تتدول كل حركة تنتظر الى ان تتضح لك الصورة وهنا الصورة غير متضحة مهائيا يجب الانتظار الى ان تتضح لنا الصورة كما قلت قد يعود البيتكوين كذلك هكذا ويعطيك هذا النموذج ثم يسعاد للقمة قد يعطيك رانيون فلات قد يسعاد قد يسعاد البيتكوين بيعطي الطريقة يكسر القمة ثم يعود ثم يسعاد هكذا اذا لن نعرف ما التي قد يحدود في هذه المناطق لذلك سأقول له اوكي تريد ان تسعاد اتبت لذلك اعطني صعودا اكثر القمة لكن كمي لهذا الموجة اولا تسعاد بطريقة نقص في الزخم ثم بعد ذلك اعطني الموجة دفعة تصحيح وسأبيعك الى كسر القاع فقط لاحظوا المسافة ستكون مسافة كبيرة بالمقارنة مع الرزق مقابل الخسارة او ربح مقابل الخسارة سيكون اكبر من او سويتنا ان هذه صفقة جيدة او او اذا كان يريد الصعود من هذه المنطقة وكانت هذه اول موجة دفعة للبيتكوين قد يعطيني هذا الراني فلات ثم يطير يزيد الزخم بين هذه الموجة وهذه الموجة وفي هذه الحالة اريد ان يكسر لهذا النطاق اي تصحيح هنا وللصعود اوكي اذا هذا هو تحليلي اليوم للبيتكوين اتمنى لكم تستفيدون من هذه الفيديوهات ان كنتم كذلك فجروا لايك ادعوا تعليقاتكم اسفل الفيديو لا تنسوا ان تستغلوا العرض عرض البوم هذا دوراتين بسعار دورة واحدة ثم تلات مجموعة مجانة لمدة شهرين وهي اهم من الدورة في وجهة نظري اي اي انا اردتم الاشتراك في العائلة او ادواء من العائلة العلمي الارب كذيب الرابط اصل في تعليقات اول رابط وفي صندوق الروس اول رابط اضغط عليه اتحدثنا يوم بوصر على تيريجر من الدي وجاوبوك لا تنسوا ندفنا وتعليمكم وانا العلمي الارب كذيب السلام عليكم وحكرا اشتركوا في القناة